مبارح كان معنا الاستاذ محمد هرابة مدير منتخب مصر الاول تحدث معنا انه يبحث وبيشتغل على فكرة اللاعبين مزدوجي الجنسية لهم عندهم جنسية مصرية وجنسية اخرى موجودين في اوروبا محدش يعرف عنهم حاجة مش هفهمش قبل كده المصريين في الملاعب المصرية عشان يقدر يضم احد اللاعبين واحد او اتنين او تلاتة لقائمة منتخب مصر في المستقبل القريب جيبنا لحضراتكم ابرز اسماء اللاعبين اللي بيشتغلوا عليهم في منتخب مصر في الفترة الحالية من مزدوجي الجنسية وبتابعهم روي فيتوريا تعالوا اقول لكم مين هم اول واحد وده الابرز يعني هيسم حسن مهاجم هو من موليد عام 2002 من ام تونسية واب مصري ولد في فرنسا يلعب لنادي فيا ريال الاسباني بعقد يمتد لي اربع مواسم الانه تمت اعارته لنادي ميرانديس في دوري الدرجة الثانية الاسباني سيبريال ميكريكيس ده لاعب وسط من اصول مصرية من موليد عام 2000 محترف في فريق بروسيا دورتمون الالماني واملك جنسيات المانيا وولاد فيا والمغرب بجانب الجنسية المصرية ريكاردو موسكتلي ده ظهير ايمن لاعب من اب ايطالي وام مصرية من موليد عام 2004 ولده ايفان موسكتلي لاعب كرة قدم سابق في ايطاليا مصطفى اشرف لاعب بروسيا مونشي جلاد بخ من موليد 2004 انضم في عام 2002 الى فريق رانكم الالماني ثم انتقل بعد ذلك الى نادي ديسبورج في 2010 واخيرا انضم الى بروسيا مونشي جلاد بخ في 2012 ويتواجد في صفوفه حتى هذه اللحظة فلال مظهر شفتوه طبعا مع منتخب الشباب من موليد 2003 قاد فريق بنسانايكوس للشباب للتتويق بلقب دوري الشباب اليوناني واطلقت عليه الجمهير لقب هالند المصري ايضا تيبو جابريال طبعا شفتوه برضو مع منتخب الشباب لعب هوفنهايم الالماني تحت 17 سنة فيتوريا بيتابعوا بعد الانضمام الى منتخب مصر للناشئين هم دول الاسماء اللي بيتابعهم فيتوريا في الفترة الحالية